نيجي بقى نكمل الأسئلة بتاعتنا برضو صارة فوزي بتقول بنتي عمرها سنة هي كانت بترضع صناعي أنا عاوز أعرف أقلأ ولا لأ هي وزنها 13 كيلو وأنا بالفعل مش بعمل أكل لابسامنة ولا بزيت وما فيش نشويات بعدت عنها خالص وأنا كده ماشي صح ولا غلط طيب يا ست الكل بص يا ست أولا من حيث الألأ هو يعني في بعض المعلومات نقصة برضو وإحنا هنطمن حضرتك وانت برضو هنشرح لك يعني إيه الموضوع حديق بس بتقولي في السؤال هي كانت بترضع صناعي أنا مش عارف هي وقفت الرضاعة ولا إيه بالزبط لأن دي نقطة فاصلة جدا لأن الطفل اللي عمره سنة مصدره الأساسي في الغذاء هو الرضاعة أنا ملاحظ أن حديق بتقولي أنا وقفت أكل بسمنة وبزيت وكده فواضح أن حديق بدية من بدري فمبدئيا عايز أقول حاجة أنه الوزن المثالي عند نهاية السنة الأولى بيكون عشرة كيلو مش تلتاشر تلتاشر دي وزن زايد أوي أنا بقوله زايد أوي تمام؟ يعني الوزن عند نهاية السنة التانية بيكون اتناشر كيلو فهمت في قصدي؟ يعني عند سنتين ونص كده يعني بيبقى تلتاشر فيعني لا هي وزنها زايد وزنها زايد لكن الوزن المثالي عند السنة الأولى بيكون عشرة كيلو وتحديدا عند البنات بيكون المثالي تسعة كيلو سبعمائة بيكون مقبول طبعا أن يكون فيه زيادة طفيفة في الوزن أو نقص طفيف في الوزن بس بشرط أنه الوزن ده ما يكونش الزيادة أو النقص تجاوز الخمسة وعشرين في المية من الوزن المثالي يعني لما نقول أن الطفل وزنه المثالي عشرة كيلو ننسى موضوع تسعة كيلو سبعمائة ده عشرة كيلو خمسة وعشرين في المية اللي هو ربع ربع لعشرة كيلو بيبقى كام اتنين ونص كيلو جرام يعني الطفل اللي وزنه اتناشر كيلو لغاية اتناشر كيلو ونص هو على الحد الأقصى من الوزن الطبيعي ما لناش دعو بقى بالمثالي دلقتي المثالي عشر ولما يكون وزنه سبعة ونص وعند الحد الأدنى من الوزن الطبيعي لكن ما فيش طبيب يعني هيحب أن طفل عنده سنة يبقى وزنه سبعة ونص لا يحب أن يبقى وزنه عشرة أو تسعة ونص أو تسعة وما فيش طبيب برضو هيحب أن طفل وزنه المفروض يبقى عشرة يبقى وزنه اتناشر ونص لا ليه كده ليبقى كتير قوي أنا بقول أنه في السؤال هنا فيه نقطتين في غاية الأهمية أو ثلاث نقط حضرتك لم تذكريهم وأنا يعني للأسف يعني عشان أنت ما ذكرتهمش فأنا هحط بعض التصورات وهنقول يمكن آه ويمكن لا أولا حضرتك لم تذكري وزن الولادة ودي نقطة فاصلة جدا جدا لأن في بعض الأحوال وزن الولادة بيكون كتير يعني الوزن المتوسط عند الولادة بيكون ما بين ثلاثة كيلو إلى ثلاثة كيلو ونص تمام؟ يعني من أول ثلاثة ثلاثة ونص طبيعي لكن في أطفال بيتولدوا بوزن زائد وفيه ده بيحصل بشكل طبيعي أو بيحصل أحيانا في الإصابة عند الأم لما تكون الأم جالها سكر أثناء الحمل خلاص؟ حتى بيسموه infant of a diabetic mother يعني هو طفل الأم مريضة بالسكري أو مرض السكر فهنا الأطفال دول بيكون وزنهم زائد فحديك ما قلتيش الحكاية دي تمام؟ فإذا كان الوزن زائد بسبب السكر هنا عند حضرتك لا قدر الله يعني لابد من مراجعة موضوع الهرمونات والغدد الصماء عند الطفلة هو في كل الأحوال لابد من مراجعة مستوى بعض الهرمونات عند الطفلة هرمونات الغدد درقية تحديدا مهمة جدا جدا ومراجعة مستويات السكر في الدم عندها طيب على فكرة أنا مش بفول ولا بقول حاجة وحشة أنا بقول التصورات المحيطة بفكرة أن طفلة عندها سنة وزنها عالي أو وزنها زيادة قوي خلاص كده طيب هل هي حاجة مقلقة؟ مقلقة ولكن ليها حلول يعني تمام؟ دي أول حاجة تاني حاجة حضرتك قلتي هي كانت بترضع صناعي وهنا بقى يعني هنعمل بقى زي هم المحققين الكلمة بتفرق الفعل الماضي ده بيفرق كانت بترضع صناعي أمال هي دلوقتي بقى في الفعل المضارع إيه؟ بترضع إيه بالزبط ولا ما بترضعش وانت مكتفية بالأكل وهنا بنروح ناحية الاحتمال التاني وهو احتمال الخطأ فاكرين حضراتكم من فترة كده من كم حلقة أنا مش فاكر الحياة من كم حلقة بس قلت لحضراتكم إن بعض الأمهات لما بيكون عندهم أطفال بيرضعوا أصلاً رضاعة صناعية فبعض الأمهات بيكون عندهم تصرفات خاطئة وبيعملوها للأسف نتيجة حاجات نفسية ونتيجة حاجات موروسات حواليه إيه هي؟ بعض الأمهات يقولوا إيه؟ إن اللبن الصناعي ده وفوش فايدة فأنا لازم أساعد ابني أو أساعد بنتي بحاجات خارجية فاكرين كنت أكلمكم عن اللبن الحليب إنه خطورة تقديم اللبن للطفل قبل عمر سنة وقلنا إن ده خطر جداً وبيعمل تهيج في البطانة الأمعاء وما إلى ذلك وقلنا إن من أهم الأسباب الحكاية ده إنه لما بيبقى فيه أطفال بيرضعوا صناعي وأهليهم أو الأم تحديداً أو الأم بقى والجدة أو الأم والدة الزوج أو هكذا يكون عندهم تصور إن اللبن الصناعي ده مش مفيد وإنتي ابنك كده هيبقى نقصوا حاجات واصلوا هم يعيني ما رضعش رضاعة طبيعية فلازم نساعده ده غلط فتقوم بعض الأمهات تعمل تصرفات خاطئة زي إيه؟ زي إنها تدي مثلاً اللبن الحليب زي إنها تبكر قوي أو تدي الأطعمة الخارجية من بدري من بدري قوي وده إحنا قلنا إنه غلط إلى الطعام الخارجي يبدأ من بعد نهاية الشهر السادس خلاص فواضح كده يا فندم إن حضرتك كنت متهورة شوية في موضوع الأكل الخارجي ابتدتي بدري ابتدتي بأنواع غير ملأمة والحاجات دي قد تكون أكسبت الطفلة هذا الوزن الزائد لإنك بتقولي إيه برضو في سؤالك أنا دلوقتي بعدت عنها بقى خلاص ما بعملش أكل لابسمنة ولا بتاع لا طفلة عندها سنة ما تكلش حاجات بسمنة وما تكلش حاجات بزق ما تكلش كده الطفل اللي عنده سنة ده بيأكل الأكل فيه أبسط صورة وأنا أظن لسه من حلقتين بالزبط قلت تجارب الأكل من قواعد الأكل أو من قوانين الإطعام إن السنة الأولى دي خاصة بالتجارب مش خاصة بالأكل تجارب الأكل حاجة إن الطفل فيها بيذوق بيتذوق بالمعنى الحرفي وليس المجازي يعني مش إحنا حاديك لما بتعميلي أكل كده بتدوقي أو لما أنت بتعمل مش عارف شعر تدوق تقول هو عايز ملح عايز سكر عايز مش عارف إيه ها أنتوا بتدوق مش بتاكل أنت بتدوق المطلوب من الطفل في العمر ده إنه يدوق أكبر قدر ممكن من الأطعامة المتاحة له الأطعامة اللي هي سريعة التجهيز اللي بالمناسبة بتزود الوزن شوي الأطعامة سريعة التجهيز دي الحبوب اللي بتتعمل دي بتزود الوزن إنما إيه الكساية الكسا المسلوقة المهروسة البطاطس الجزر الحاجات دي كلها أبسط صورة ممكنة أبسط صورة ممكنة خلاص فيبقى تاني احتمال يبقى أول احتمال إن احنا لازم نعمل مراجعة لموضوع الغدد الصماء عند حضرتك وهو تخصص داخل الأطفال بالمناسبة يعني مش ما تخفيش يعني إن احنا يتعمل لها شوية فحوصات كده ونفهم إيه الوضع عشان نفهم الوزن زائد ليه كده تمام بنتطمن على مستوى السكر عندها بنتطمن على مستوى الهرمونات الغدد الدرقية عندها وهكذا تمام وهرمونات أخرى تمام وهرمون النمو وهكذا برضو بنسأل هي بترضع إيه دلوقتي لأن دلوقتي إذا كانت هي مش بترضع ده غلط كبير جدا جدا لازم ترجع ترضع وهو اللبن الصناعي لعيب ولا غلط ولا حرام واللبن الصناعي عادي والبديل الشرعي والطبيعي والوحيد في حال تعذر الرضاعة الطبيعية من ثدي الأم ترجمة نانسي قنقر